هل هناك ما يؤكد أن المسيح مات؟ طبعا هناك ما يؤكد أن المسيح مات رجعنا لكل الأدلة لكن ربما يكون من زرع في أذهان الناس بعض الأفكار الخطئة أن المسيح ألقى شبه آخر عليه عند الصليب وده فكر منتشر يعني أنه لم يموت لكن شبها لهم وأنا بس أرتكز على قضية فلكية وتاريخية تؤكد أن المسيح كان هو بالحقيقة الذي مات عند الصليب بشهادة الجميع قبل ما فانت بعض الأقاويل الأخرى المسيح قبض عليه في ليلة عيد الفصح في بستانجة الثماني في حضور كتيبة جاية من جند الهيكل معهم مشاعر ومصابيح ومعهم سيوف وعصي والأمر واتهى القمر كان بدرا يوم 14 في الشهر القمري هل يعقل هذا النور نور القمر مع نور المشاعر مع نور المصابيح مع الذين جاءوا لكي يقبضوا على يسوع يلتبس عليهم الأمر ولا يميزوا أن الواقف أمامهم شخص آخر غير المسيح إن كان شبهوا فماذا عن صوته تكلم المسيح وقال أنا هو وقال من تطلبون ثم أخذ إلى محاكمات ست وسقطوا على الأرض وسقطوا على الأرض وبعدين يهوذ نفسه الخائن جاء وقبل يسوع المسيح كعلامة لتسليم المسيح ثم أخذ إلى المحاكمات والمحاكمات كانت دقيقة يعني هناك جمهور في أثناء المحاكمة يستمعون إلى المسيح ويدركون أنه هو المسيح وجابوا له الاتهامات بتاعته وكانت المطوابة العزراء مريم واقفة عند الصليب وكان يحنى واقفا عند الصليب وهناك أحاديث بالصوت كل الأدلة تؤكد لنا أن المسيح هو الذي مات على الصليب يهوذ نفسه الذي يقال أن شباه المسيح جاء على يهوذ يهوذ نفسه فيما بعد هو الذي ذهب إلى رؤساء الكهن ورد لهم الفضة وقال أخطأت إسا لم تداما بريئا لكن يمكن من يعتمد على أن الإنكر الوثائق التاريخية حتى أنه بحسب اليهود الفكر اليهودي أن هذا المال لا يصلح أنه يلقى في الخزنة عند اليهود فاشتروا أرض لحق الدم الفخار حتى في الوثائق التاريخية هذه كلها موجودة يا أخي عياد تمام تمام لكن يمكن الذي يعتمد في الشرق على شيء مثل هذا يقول أن المسيح طبعا ما فيش حاجة بتقول أن المسيح ممتش لكن الذي يعتمد على عبارة أو آية قد يعتمد على آية جاءت في سورة النساء في القرآن تقول وقولهم يقول وقولهم يقصد اليهود وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريا رسول الله وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبها لهم إذن يعتمد القارئ على هذه العبارة الوحيدة ويقول أن المسيح لم يصلب ولم يقتل الحياة هذه صورة لكن هناك ثلاث صور أخر والآية نفسها فيها يعني صعوبة التفسير لما بتقرأ كل التفسير وقولهم مع من يتكلم مع من معظم التفسير تقول أن كلمة شبها لهم أي هيئة لليهود أنهم هم الذين قتلوا المسيح إذن من الذي قتل المسيح الرومان الذين قتلوه لأن اليهود كانوا دائما يفتخرون أننا قتلنا المسيح عيسى بن مريا فكانه ينكر عليهم أنهم تجرأوا وفعلوا هذا خويئة لهم شبها لهم لكن الذين قتلوه ليس اليهود لكن الرومان لكن لا ينفي عن المسيح حدثة القتل والصلب لأن في ثلاث آيات أخر في ثلاث صور تؤكد أن المسيح مات ففي صورة آل عمران خمسة وخمسين يقول مكر أي اليهود مكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يعيسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إني متوفيك ورفعك إلي هناك أيضا سورة سورة مريم 33 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذه إشارة ثم سورة المائدة 117 فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ثلاثة آيات تؤكد لنا مع اختلاف زمن الفعل أن المسيح مات لكن الآية التي في سورة النساء لا تنكر عن موت المسيح لكن تنكر عن اليهود أنهم الذين قتلوا المسيح فشبها لهم أي هيئة لهم ترجمة نانسي قنقر